موضوع آخر ليس ببعيد ربما بل قريب جدا ليلة أمس إذن صادفت ليلة الإسراء والمعراج لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم المسلمون في جميع أنحاء العالم أحيوا هذه الذكرى ذكرى الإسراء والمعراج معجزة الرسول العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الفقرة ربما الحديث أكثر عن أهمية ووجدانية هذه الذكرى لدى الديانة الإسلامية وأبناء الديانة الإسلامية معنا هنا في الستوديو الشيخ الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم حسن أستاذ في الشريعة الإسلامية صباح الخير صباح الخير هياك الله دعني أبلش فضيلة الشيخ مع بالفعل الأهمية الوجدانية والروحية لجميع المسلمين في العالم ذكرى الإسراء والمعراج حياك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسول الله وأخص بالذكر منهم أولي العزم من الرسل نوحا وإبراهيما وموسى وعيسى ومحمدا عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم مما لا شك فيه أن الإسراء والمعراج معجزة خالدة أكرم الله بها نبيه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم في فترة غاية في الصعوبة فقد سبق هذه المعجزة ظروف عصيبة أحاطت به وألمت به على مستوى الجبهة الداخلية في بيته وأسرته وعشيرته وعلى المستوى الخارجي ففي داخل الأسرة فقد زوجته الحانية خديجة رضي الله عنها تلك الزوجة الوفية التي صدقته عندما كذبه الناس والتي واسته بمالها عندما تخلى عنه الناس وهي التي عددت مآثرهم فانتقلت إلى جوار ربها وكذلك فقد سنده في المجتمع القراشي فقد عمه أبا طالب الذي سند دعوته حمية ففي ذلك العام الذي سمي بعام الحزن فقد نصيرين الزوجة والعم في ذلك العام أوصدت الأبواب دونه وهو غلقت أبواب الدعوة أمامه فما وجد من سبيل إلا أن يهاجر إلى الطائف لعله يرى قلوبا غلفا فيفتحها وأذانا صما فيسمعها ذهب إلى الطائف حيث قبيلة ثقيف فدعاها إلى الإسلام فصدوه وأعرضوا عنه ورموه بالحجارة حتى سال دمه الزكي وعاد من الطائف مهموم النفس مكلوم الفؤاد مكسور الخاطر دعا الله تبارك وتعالى بشفافية متناهية تلزم كل مؤمن في أي ظرف عصير كهذه الظروف التي نحياها الآن فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني يعني إلى من تتركني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو من لك تفو أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوصع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك في هذه الظروف الله جل جلاله جلاله لم يترك نبيه صلى الله عليه وسلم وحده في الميدان أرسل إليه ملك الجبال وقال له يا محمد مرني مشعت إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين وهما جبلان في مكة فعلت فقال صلى الله عليه وسلم إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وهنا تتجلى هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في ظل هذه الظروف الاجتماعية التي يحيطها الحزن في ظل هذه الظروف العامة هو أشفق على الناس أشفق على العباد أراد أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده فصدوه هذه الظروف تحتاج إلى معية ربانية وإلى مساندة قوية فأسر الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس ومن هناك عرج به إلى السماوات العلى تسرية وتسلية وتطمينا وتثبيتا لقلبه وفؤاده رائع فضيلة الشيخ كيف أثرت هذه المعجزة على الإسلام وما هي المعاني أو القيم الذي يحملها هذا اليوم وهذه المناسبة هذه المعجزة ليست بالأمر السهل والهيئ على أولئك الذين استغلوا واغتنموا هذه الفرصة فقد جاء الكفرة والمشركون إلى أبي بكر الصديق وأرادوا أن يثنوه عن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى وعاد في ليلة واحدة فماذا تقول فقال لهم أبو بكر إني لأصدقه بأبعد من ذلك إني لأصدقه بالخبر النازل من السماء لأجل ذلك سمي بالصديق وقد ارتد عدد من المسلمين عن الإسلام في هذه الفترة لضعف إيمانهم فالكفار استغلوا هذه الظروف وأن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث ولا يقوله عاقل كيف يؤتى به إلى بيت المقدس ثم يصعد إلى السماوات العلى ويعود في ليلة واحدة هذا ضرب من الخيال إن لم يكن ضربا من الجنون وفق فهمهم وتصوراتهم فهي معجزة والمعجزة ليست خاضعة لمقييس البشر كما تعلمون يعني هل بالفعل كان هناك لهذه المعجزة تأثير وتحول إيجابي في رسالة الإسلام حينها الممتد حتى هذا اليوم مما لا شك فيه معجزة إسراء بن عراج انطوت عليها قيم كثيرة ومعاني سامية فإذا نظرنا إلى المسجد الأقصى المبارك ماذا يمثل بالنسبة للمسلمين وماذا تمثل بيت المقدس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المسجد أما بالأنبياء والرسل الله جل جلاله أحياهم له وأمهم يعني كان إماما لهم في الصلاة وعرض عليه إناءا وفي رواية ثلاثة عرض عليه إناء الخمر وإناء اللبن فاختار إناء اللبن فقيل له هديت وهديت أمتك ولو اختار إناء الخمر لا غوى وغوة أمته من بعده وفي إمامته الأنبياء والرسل الرمزية أخرى أن الإسلام لم يأتي ليلغي أحدا من الناس إنما كان دور الأنبياء والمرسلين هو دور المكمل فقد ختمت النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وختمت الرسالات برسالة الإسلام والإنبياء والرسل بمفهومنا الإسلامي ومنظورنا الديني والشرعي هم على الإسلام الحنيف الذي يعني الاستسلام والانقياد والخضوع لأمر الله الإسلام بمفهومه الشامل جميع الأنبياء والمرسلين وفق عقيدتنا الإسلامية هم على الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم رسالة من سبقه ويضيف إليها فعلاقته بهم هي علاقة الروح بالجسد فضيلة الشيخ أنت تتحدث عن معاني سامية لدى أبناء الديانة الإسلامية ولكن دعنا ننتقل ربما إلى هذا العصر وإلى يومنا هذا ماذا يحمل المسلم من معاني وعبر بعد هذه المعجزة معجزة الإسراء والمعراج هي معجزة عظيمة شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم من المرائع الكثير الكثير في ليلة المعراج عند صعوده إلى السماء عندما التقى بالأنبياء والرسل شاهد أولئك الذين يعذبون في النار ممن يخضون في أعراض الناس بالباطل ممن يأكلون الربا ممن يقترفون الزنا ممن يعتدون على أعراض الناس كل هذه القضايا شاهدها حتى يحذر أمتهم ولا ننسى في هذه الليلة المباركة أن الصلاة فرضت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر خمسين صلاة فما زال رسول الله يراجع ربه بتوجيه دعنا نقول من موسى عليه السلام مر بموسى ماذا فعلت؟ قال فرض علي ربي الصلاة خمسين فقال له عد إلى ربك وسأله التخفيف فقد علجت بني إسرائيل إن أمتك لا تطيق فما زال يراجع ربه حتى خفف عنه العدد إلى خمس صلوات في اليوم والليلة ولكنها في الأجر والثواب هي أجر خمسين فقيم الإسراء والمعراج أكثر من أن تحصى وأكبر من أن تستقصى في هذا المجال الضيق ولكن كلها قيم سانبية وكلها مقاصد نبيلة وكلها أخلاق وكلها تربية وتوجيه لهذه الأمة طبعا الحال في المسجد الأقصى المبارك الآن وفي بيت المقدس كما تعلمون ليس بالحال الذي نريده ونرضاه ونشتهيه جميعا ذلك لظروف الاحتلال لبعد الناس في هذا الزمان عن دينهم وعن عقيدتهم لاستفراد الغرب والاستعمار ببلاد العرب والمسلمين لدق الأسافين أرضنا أرض الشام أرض فلسطين مهبط الوحي ومهد الرسالات أصبحت مرتعا لمؤامرات التقسيم والتجزئة والتفريق كما تعلمون وما يجري أنتم أدرى به فضيلة الشيخك أخيرا تباعا للأمور التي تفضلت فيها واليوم نحن في عصر الذي فيه يضطهد ويقتل الإنسان فقط من أجل انتماءه الديني والطائفي ما هي العبار التي يجب أن نستخلصها من هذه المناسبات المباركة الإسلام الحنيف كرم الإنسان لأن الله تبارك وتعالى قد كرمه وحرم الإسلام وسفك الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء فجاءت رسالته رسالة رحمة ومحبة والدليل على ذلك عندما فتح مكة وكان باستطاعتها أن يفعل بالكفار والمشركين ما أراد دون أي مضايقة ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وفي تلك اللحظة الناس عرفوا معنى الإسلام وفضل الإسلام ودخلوا في دين الله يا أفواجه في الختام إن سمحتم لي أقول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب الذي أقر بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل أقول له ولغيره ولمن تسول له نفسه القدس ليست سلعة حتى تباع وتشترى القدس ليست عزبة حتى تسام وتكترى القدس ليست لوحة حتى تزال كما ترى القدس ليست فرية خابة الذي جن فترى القدس تاج فوق رأس الكون بالغة الذرة القدس نور في الجبين تلألأت فوق الثرى القدس طهر خاب من مس الطهارة بالحرى القدس أم زانها الأقصى المبارك أبهرى القدس يا مهد القداسة دمت نورا مصفرا القدس سلم أمها رسل السلام وأمهم خير الورى القدس أمن لا تدنس أرضها كي تشكرا القدس لغز أدرس التاريخ وانظر ما جرى إذن شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد سلامي حسن أستاذ في الشريعة الإسلامية على هذه المداخلة وعلى هذه الكلمات وبالفعل منسبات روحانية كهذه تعزز أيضا من جديد على معنى وقيمة فلسطين ومكانة مدينة القدس بالنسبة للإسلام والديانات المختلفة